اشتركوا في القناة 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 تصرف عليها وما يخليها شيء يتعاونه خاطر تعاونهم بعد تولي تقولوا هاني كيفك انتي تخدم انا نخدم انتي تصرف هاني نصرف تولي مساويتها يزم الراجل هو اللي يقود العلاقة هو اللي يحكم وكيفاش يحكم بالانفاق يعني كي يصرف كي يصرف يولي نجم يحكم يزم الراجل يقود العلاقة المرأة ذي اللي تفرض على راجلها وين يقعدوا فانا قهوة يقعدوا وشنيه يشريه وشنيه مليه ما مصلح شذي يزم الراجل يقود العلاقة يزم الراجل شخصيته قوية مش هي تحس بالرجولة متاعه كي تفرض عليها رأي صالح ما يسمعوش لا يسمعو لا يلزم يسمعو لا اكيد يلزم يسمعو هو مش معناه يحكم فيها معناه ما يلزم يستكلم لا يلزم تعطي رأيها ورأيها محترم ويسمعو ويعاونها حتى في شؤون البيت ويسمع كلمها ولكن الكلمة الاخرة كلمته هو عما يلزم يعرف يسمع فهمتني ويعطيها رأيها ويحترمها فهمتني كلمك ما هوش وقعي برش على حقيقة مش وقعي صحي على خاطر المعيشة واغليت وشهرية واحدة معاش تكفي وانا كنت تكيكة كنت نمن بالشاركة خاطر ومبعد كي جيت نشوف نلقى لها يختل التوازن يجي شي واحد راجل يولي عايش في داره وهو نقصر جولي المراكي تصرف على الراجل الراجل فقد الهيبة متاعه فقد الهيبة متاعه وفقد حتى الرجولة متاعه شوية من الرجولة متاعه جانب من الرجولة متاعه فهمتني هو ربي سبحانه وتعالى كي قال أعوذ بالله مشتراجين بسم الله الرحمن الرحيم الرجال وقوامون على النساء بما أنفقوا موش يلعب يلزم الراجل هو اللي ينفق حتى مثلا شهرية صغيرة يعيشوا على قدهم مش لي كانوا يتكايفين يبطل الدخان مش لزم عليك الحوت يعيشوا ببساطة معناها ويحطها تعطي جنيح ويصرف عليها ويعيشوا متهنين ببساطة يعني وإذا هو عنده فلوس برشة فلوس يجيب صغار وإذا مش لازم صغار مش لازم زيد عليش يجيب صغارهم بعد يحرمهم فهمتنيه والله وأعلم الأمور هذه أنا مش مجربة أنا ما زلت ما زوجتش يعني ما زلت ما عنديش خبرة كبيرة في الزواج يمكن إنسان متزوج عنده خبرة أكثر مني أما عندي نلاحظ حاجات يعني يعني تيك صحة مش رجل معناها يمزمش المراهة معناها تلوي لعصا في يده خليل كلمة الختام كلمة الختام معناها تونس والوطن العربي والإسلامي والعالم أجمع يعيشوا في برشة أغلاط وفي برشة مشاكل وأعتقد أنه الحل للعالم هذي هو أن نفهم القرآن ونطبقوه بالصياء هذي هو رأي